موسيقى لقي أحد قادة ميليشيا الحوث الإنقلابية وخمسة من مرافقيه مصرعهم بين إيران الجيش الوطني غرب تعز وقال مصدر عسكري نقائد اللواء 17 مشاه المدعو علي عبد الرزاق الشرعي التابع للميليشيا لقي مصرعه بالإضافة إلى خمسة آخرين بين إيران مدفعية الجيش التي استهدفتهم أثناء تجمعهم في وادي البحابح غرب جبل هانا وضاف المصدر أن القصف أدى كذلك إلى احتراق طقم عسكري للميليشيات وكمية من الذخائر قد صفت ميليشيا الحوث الإنقلابية مواقع القوات المشتركة الواقعة في إطار مراقبة نقاط الارتباط التي وضعت لجنة رقابة الأممية لتنفيذ إعادة الانتشار في مدينة الحديدة غرب البلاد وقالت مصادر عسكرية أن الميليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة المتواجدة في كيلو 16 ومواقع القوات المتواجدة بالقرب من مطاحن البحر الأحمر التي تقع في إطار نقطة الارتباط الثالثة والتي وضعتها لجنة الرقابة الأممية مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة وأضافت المصادر أن الميليشيات قامت بعمليات قنص على مواقع القوات القريبة من مقسشفة 22 مايو في شارع الخمسين والتي تقع في إطار مراقبة نقطة الارتباط الأولى وفي وقت سابق شنت ميليشي الحوثي قصفا مدفعيا عنيفا على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي استخدمت قذائف مدفعية الهون الثقيلة وتواصل ميليشي الحوثي استهداف مواقع القوات الحكومية بشكل متواصل وسط تصعيد وتعد على الهدنة الأممية ونقاط المراقبة في مدينة الحديدة أعلنت الفرق الهندسية في مشروع نزع للغام مسام نزع 1668 لغما وذخيرة غير منفجرة خلال الأيام الأولى من شهر يناير الجاري في الوقت الذي نزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمنى أكثر من 37 ألف لغم كانت قد زرعت ميليشي الحوثي في مناطق عدة بمحافظة حجة وقال مدير عام مشروع مسام أسام القصيبي إن فرق المشروع نزعت خلال الإسبوع الأول من شهر يناير 1668 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبو وناسفة إلى ذلك نزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني أكثر من 37 ألف لغم كانت قد زرعت ميليشي الحوثي في مناطق عدة بمحافظة حجة اشتركوا في القناة